مبروك والزول فلاوين فلاوين شكرا شكرا نسيما صعد الله صباحكم مشاهدين الكرام فلاوين مرحبا بكم معنا في عدد جديد ومتجدد من حصتكم اليومية منشات والي رحم ترقوا من خلالها الى اهم ما جاءت به عنوين الصحف اليومية او لنهار اليوم بالاضافة الى ضيف البرنامج اليوم تابعوا معنا حصة الضيف كالعادة طبعا ولكن اليوم ضيف خاص يهمكم بصفة مباشرة انتم المواطنين البسطاء الذين تسكنون سكنات الاجتماعية اصحاب السكنات الوظيفية وكذا محلات الشباب كل هذا رح نترقل وكل هذه المواضيع رح نترقلها مع مديرة سيير العقاري بوزارة السكن في فقرة الضيف رح نتحد على كل ما يتعلق بالسكنات الاجتماعية وبسكنات ما تعرف بلوبيجي والسوسيال وكذلك السكنات الوظيفية وكل هذا شيء اعرف جيدا انه هي اسئلتكم وهي مشاكلكم او مشاكلكم ورح نترقلها خلال فقرة الضيف يلا خلونا نروح الى فقرة الصحافة ونبدأ بجريدة شروق اليوم فتحت بعنوان قالت وتستمر مذابح حافلات الموت عشر قتلى واثنين وعشرين جريح في انقلاب حافلة بسوق هراس الشروع في تشديد العقوبات ضد السلوك الاجرامي لسائق وسائل النقل نعم مجازر مرورية نعيشها منذ ايام تسبب فيها نقولها وبدون وبعيدا عن الشعبوية وبعيدا عن اي مهادنة هم سائقي الحافلات يؤدون او يؤدون بحياة العشرات من المواطنين الذين يقلون هذه الحافلات من اجل الذهاب لعمل او لجلب يقوتي يومهم الا انهم يلقون حتفهم بسبب تغور سائقي الحافلات نتمنى ان يتم تقنين هذا العمل الاجرامي كارهاب عمل ارهابي بعيدا كما قلت عن اي مهادنة فيما يخص هذا الملاف رحم الله هؤلاء الموتى واسكنهم فسيح جنانه ورزق اهاليهم الصبر والسلوان لا مفر من اصلاح المدرسة و هذا هو الواقع المر بشأن مخرجات مجلس الوزراء ضعر او حول قطاع التربية خبراء ونقبات يصرحون لا مفر من اصلاح المدرسة الى جريدة الخبر دائما فيما يخص جرائم النقل قالت في الجزائر الحافلات هي التي تقتل وليس فيروس الكورونا نعم هذا الفيروس فيروس سائقي الحافلات هو الذي يقتل الجزائرين كل يوم عشر كل يوم تمانية نتمنى من الله عز وجل أن يصطر هذا الشعب من يد و من ربما عقول هؤلاء المجرمين الارهابيين الذين يسقون هذه الحافلات عودة قريبة لألي تشور حكومة ولا تنظيم أو تنظم في النصف الثاني من الشهر هل جاري هكذا جاء في بيان المجلس الوزراء رئيس البني أمر بضبط وضعية الصحافة الإلكترونية إلى جريدة البلاد قالت المحاور الكبرى لإصلاح المدرسة رئيس يأمر بإعادة هيكلة المنظومة التربوية هكذا عنوانة البلاد مخرجات مجلس الوزراء القرار الذي جاء به رئيس الجمهورية فيما يخص قطاع التربية إلى جريدة الشعب عنوانت في صدر صفحتها الأولى رئيس تبون يعزي ويؤكي ضرورة تجريم إرهاب الطرق تنظيم أو تنظيم صارم لمهنة السياقة ومجلس وزاري مشترك قريبا لا ينفع لا مجلس وزاري مشترك ولا قرارات رئيس الجمهورية ولا قرارات الحكومة معدى ينفع فقط شيء واحد وهو العودة إلى الضمير الإنساني وأن تكون هناك أخلاق من طرف هؤلاء السائقين في ذاتي الجريدة اللي واشنغريح يقف على سير التدريبات القتلية ويشدد على التحكم في الأسلحة إلى جريدة الحوار عنوانت في صدر صفحتها الأولى عفو رئاسي في حق 3471 محبوس رئيس عبد المجيد التبون يصدر عفوا رئاسيا إلى عنوان آخر في جريدة المجاهد قالت لزامبورتان ديسيزيون صلوي وعادت إلى أهم قرارات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الثالث من نوعه منذ توليه رئاسة الجمهورية والذي العقد أول أمس مشاهدنا الكرام نروح الآن إلى فقرة الضيف ولكن بعد هذا الفاصل لكن تابعوا معنا هذه الفقرة لأنه هناك الحديث كثير